مجلس دارة النادي الأهلي بيدرس الآن كل الخيارات المتاحة للتعامل مع قرار الكاف ويشيد بموقف اتحاد الكرة السريع في رفض قرار الكاف بتنظيم النهائي في المغرب الأهلي يعقف الآن على بناء موقف قانوني ولوائحي مع تحركات مختلف الشخصيات التي لها ثقل ونفوذ من مصر إلى الكاف من أجل وضع حد لما يحدث الأهلي حتى لو استكر الأمر على اللعب في المغرب فإنه يصدق في قدرة الفريق على الحسن والفوز في قلب ملعب الوداد ومجلس الإدارة كان قد عجت اجتماع عصر اليوم لكنه كان قبل صدور القرار ولم يكن هناك ضمن بنوده أي شيء يخص هذا الملف الجملة بتاعت مهمة أو الجملة دي إنه الأهلي في الكلام اللي تقال ده الكلام ده جاي من النادي الأهلي ما قالش هنسحب ما قالش هعمل أزمة ما قالش هعمل كرسة بس هيعترض وأشيات بموقفة حد الكرة على اعتراضه بس الأهلي قال جملة مهمة جدا وأنه يصق في الفريق الأهلي في اللاعبين والجهاز الفني إنه قدروا يحسنوا اللقب والفوز بيه من ملعب الوداد ده الكلام الحلو ده الكلام اللي أحبه ده الكلام اللي أحترمه اتدايق وتعصب وتنرفز واعمل أي حاجة واعترض اعتراض عنيف ضد الكاف قل له أنا مش عاجبني الأمر ده قل له إنه أنا شايف إنه القرار غير عادل اعمل كل حاجة بشكل رسمي وموضوعي بمنتهى الحزن بس مهم جدا تركيز الفريق ما يقلش مهم جدا إن اللاعبين والجهاز الفني ومنازلين المباراة ما يبقاش عندهم إحساس الظلم اللي يخليهم ما يرفوش لعبه المباراة لا أقيمت في المغرب خلاص الأهلي يقدر يكسب في المغرب الأهلي يقدر يفوز على الوداد في ملعبه ده الأهلي كبير الكارة أي فريق لو يعني لو في محل لو في كافيه هيكسب مش في ملعب كورة هيكسب الأهلي يكسب في أي مكان فما فيش قلق على الكورة إحنا لو متضايقين دلوقتي فمتضايقين من غياب العدل بس مش متضايقين أو قلقانين على الأهلي لا الأهلي يقدر يكسب هرجع تاني الموضوع الجماهير مهم جدا الفترة اللي جاية يبقى فيه رحلات طيران كثيرة يبقى فيه شركات سياحة تتدخل في هذا الأم تعمل نظام مثلا يعني بقول مثلا دلوقتي الموضوع لسه حاصل فبفكر معاك وإحنا على الهواء نظام تأسيط معين تسهيلات معينة تأشيرات كمان يبقى فيها تسهيلات معينة كل الأمور دي تبقى سهلة عشان نضمن أكبر تواجد للجماهير في المغرب ومسندة كبيرة للنادي الأهلي في المغرب أمام الوداد عشان يحس على ملعبه ويحس أنه وسط جماهيره دي كلها أمور المفهول تتحل وتتعمل بسرعة في الأيام الأوليلة اللي جاية وإحنا خلاص بنتكلم في 20 يوم بالزبط للمباراة النهائية نروح لأخبار تخص النادي الأهلي والدكتور أحمد أبو عبلا طبيب بالنادي الأهلي حصل على تقرير خاص من المغربي بدر بنون مدافع الفريق وينقل تفاصيل الجهاز الفني والتقريب يقول أن بدر حالته بقت أفضل بكتير ومسألة التنفس تحسنت عنده بشكل كبير جدا وما فيش تأثيرات كثيرة حول القلب والرئة لكن دكتور أبو عبلا أكد أن بنون محتاج أسابيع قليلة أخرى عشان يتخلص نهائي من تأثير توابع فيروس كورونا على القلب وحدد عشر تيام هيكون فيها بدر بنون تحت ملاحظة يومية عشان يتأكد من سلامة اللاعب نهائيا طبي الأهلي قال كمان من وجهة نظره بشكل مبدأي أن مشاركة بنون في النهائي دورة أبطال أفريقيا هتكون صعبة جدا وأنه أولا وبعد الاتمانان عليه لازم ياخد شوية وقت في مطشاط الدوري ده ردا طبع على تأيير مغربية قالت أن بدر بنون ممكن يشارك مع النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حمدي فاتحي من اللعيبة للجهاز الفني طلب تعديل القيمة المالية فيه أقضم الفترة اللي جاية تقديرا للأداء اللي بيقدمه والتزام الكبير وعدم إثارته لأي مشاكل وكمان أنه ما تكلمش خالص في موضوع تعديل العقل لاتفاق بين الجهاز الفني وإدارة الكرة أنه يكون التعديل بعد بطولة أفريقيا عمل أداء رائع حمدي فاتحي مع الأهلي رائع جدا الجنوب الأفريقي بيتسو مسماني مديل فني للنادي الأهلي أبدأ تحفظه على فكرة عودة السنائي المعار السنغالي أليو باجي واركنغولي وولترب واليا إلى صفوف الفريق بعد انتهاء عارضهم بنهاية الموسم الحالي باجي يلعب لنادي ميان الفرنسي فيما يلعب واليا في الدولة القطري مع نادي أسلية مسماني أكد للجنة التقطيط أن السنائي حصل على الفرصة مع الأهلي ولم ينجح في استغلالها موضحا رغبته في عدم عودتهما إلى الفريق مرة أخرى أيضا لجنة التقطيط بالنادي الأهلي حددت خدت قرار غير معلن حتى الآن بضرورة تسويق كهرباء مبكرا والبحث عن عرض جديد له الفترة اللي جاية ولو إعارة مجددا خصويا أن بيتسو مسماني رافض وجوده مع الفريق في الفترة اللي جاية وده هو من نسبة قرب نهاية الدوري التركي اللي فاضل له جولتين على النهاية وبعدها هتنتهي عارة كهرباء مع فريقه الحالي هطاي موضوع كهرباء عشان دايما موضوع كهرباء ده فيه جدل وفيه خناقات وفيه زعل ويقول لك أصله يعني فيه كلام دايما فيه يعني إيه مش حاجة واضحة لمسيماني بشكل واضح بيقول إنه مش عايز كهرباء ولا النادي الأهلي كادرها بتقول إنها مش عايزة كهرباء بس تعاوني اتكلم فيه بهدوء وببساطة شديدة كهرباء الفطر العادة مع النادي الأهلي قدم تقريبا 20-30% من المتوقع منه ربما ما يكون شوه السبب ربما يكون الجهاز الفني ربما يكون بيتسو موسيماني ما دروش الفرصة الكافية مش شرط يكون هو المقصر وممكن يكون هو المقصر بس بكل الأحوال واضح إن العلاقة فنيا شوف بقى أقول لك فنيا سيبك من كل الكواليس وما والحاجات اللي بتتقال بس واضح إنه العلاقة فنيا من بيتسو موسيماني وكهرباء مش عظيم يعني بيتسو موسيماني ممكن ما يكونش محتاج كهرباء ممكن يكون كهرباء مش قادر يلعب مع النادي الأهلي في وقت بيتسو موسيماني ده عادي جدا وبيحصل دون أي مشاكل دون أي أزمات ودون أي قيل أوقال موضوع بسيط عشان كده كهرباء عودتوا للنادي الأهلي ممكن الفترة اللي جاية تكون صعبة النهاردة أيضا الانتحاد الأفريقية لكرة القدم الكاف أعلن التشكيل المثالي لزهاب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا والجميل إنه كان فيه ست لعاوين من الأهلي يعني أكتر من نصف التشكيل اللي كانوا من الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول وأليو جينج وحمد فاتحي طهر محمد طهر وبيرسي تاو وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي حباس المرور محمد الشناوي خط الدفاع علي معلول أشرف داري من الوداد وأيوب عملود من الوداد وخط الوسط أليو جينج وجيلسون لعب بيتر أتليتكو وحمد فاتحي وجبران لعب الوداد وخط الهجوم كان فيه طهر محمد طهر وبيرسي تاو وأيضا مابينزا لعب الوداد